السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع كناة حسن ميرا للراديوات بإذن الله ما عودنا النهاردة في حل امتحان محافظة الاسكندرية هندسة لطلاب الصف الثالث الاعدادي الترمي التاني الترمي الاول الفين اربعة وعشرين ده الامتحان اللي امتحانه الطلاب نهاردة بتاريخ اثنين وعشرين واحد الفين اربعة وعشرين محافظة الاسكندرية من المحافظات المهمة جدا جدا وهي المنتظرة والي يكون امتحانها كويس تعال كده نبص على الامتحان ونحلو مع بعض بحيث لو عايز تراجع لاجباتك او انت محافظة لسه ممتحانة شهندسة تقدر تاخدوك كمرجع كويس جدا جدا لك فقام بالله تعال نسمع بسم الله وخلينا نبتدي سؤال اول بقول ان عايز منك طول نص قطرة دائرة التي المركزها النقطة سالب اثنين وتلاتة ومن تمر بالنقطة اثنين وسالب واحد اعتمان انه نص القطرة ويبقى عبارة عن البعد يبقى انت تكتب قانون البعد ما بين المركز وما بين النقطة اللي بتمر بها الدايقة يبقى جزب فرق السنات سالب نقص اثنين لكل تربية زائد فرق الصداة وهو تلاتة نقص نقص واحد يبقى تلاتة سائد واحد لكل تربيه يعني ده بالنسبة لجزر سلب اثنين وسلب اثنين سلب اربعة تربيع بستاشر وهنا ثلاثة زائد واحد اربعة تربيع برضو بستاشر يبقى الكلام ده هو جزر اثنين وتلاتين خلاص والاثنين ده اثنين وتلاتين ليه ستتاشر في اثنين يبقى الاجابة اربعة جزر اثنين يعني بالنسبة للاختيار به هو الصح السؤال بعده يقول الشكل ربع اللازل قطرين متساويا في الطول ومتعمدين بس متساويا في الطول عندك مستطيل ومربع فالمعين لا متوازل أطلع لا بس هو هنا قال لك متعامدين فهم متعامدين في المربع إنما غير متعامدين في المستطيل يعني لو قال له متساولين في الطول غير متعامدين أخطر المستطيل ولكن متعامدين أخطر مين أخطر المربع رقم 3 بيقول لألف به جيم دال متوازل أطلع معايا متوازل أطلع هو اسمه ألف به جيم دال بيقول ل أن زاوية ألف زاوية جيم بمتين تم أنا عارف بشمهندس أن في متوازل أطلع كل زاويتين فوش بعض متساويين فلو متين يبقى اكيد ان دي مية واكيد دي مية حلو جدا هو عايز بالنزاوي بيه طب ما انا عارف معلومة تانية باش مهندس ان كل زاويتين وراء بعض بمية وتمانين لان اضحر فيه هو فلو دي مية يبقى فاضل دي بكام بتمانين يعني بالنسبة لي ان زاوي بيه بتمانين اللي هو الاختيار ايه الاختيار الف رقم اربعة بيقول لحجم متوازن مستطلاط هلاذا ابعاده جزر اتنين جزر اتنين في جزر اتنين täجرة خاجم متوازن مستطلاط حصل درب الابعاد يعني هضرب جزر اتنين في جزر 3 وفي جزر الاتنين في جزر ستة في جزر ستة جزرين شبه بعض يندين لتحت الجزر اللي هو يبقى الحجم بتاعه ايه ستة ويبقى الاختيار دي اللي هو الصح السؤال اللي بعدبر الشامهندس بيقول لي المسلس chmas некоторые ستكون قائم الزاويه في الف طالما قائم في الف فده معناه ان زاوي بيه زائد زاوي الجيم بتسعين درجة ولو زاوي بيه وزاوي الجيم بتسعين يبقى جال أولى لي جابا بيساوي جاتة تانية لي هي جاتة جيم طبعاً ما زاويتين بيساوي جاتة تانية فبيقول يجابا إلى جاتة جيم طبعا هم متساويين فأكيد لما أسمهم على بعض هيديني كم هييديني واحد ليه أنا ممكن أشيل جاتة جيم دي وحط مكانها جابا لأنهم متساويين يبقى جابا على جابا فيها الواحد السؤال رقم ستة بيقولي في الشكل المقابل انا عايز منك ميل الالف طيب الوقتي ده بيعد بنقطتين النقطة الاولى اللي هي الف اللي هي صفر واثنين وبيعدي بنقطة به اللي هي على محور السينات بسالب ثلاثة وصفر طب ما هو الميل بيساوي فرق الصداد يبقى اثنين نقص صفر على فرق السينات صفر نقص نقص ثلاثة يبقى صفر زائد ثلاثة يبقى الميل هنا باتنين على ثلاثة يبقى الاجابة بتاعتي اتنين على الثلاثة اعتقد اللي هي الاجابة دي بص يا الارقام مش واضحة ولكن الاجابة الصح هي اتنين على ثلاثة خلاص عشان بس ايه لو هي اه اللي اختيار حاجة تاني السؤال التاني قالت بيقوله بدون استخدام الاولى الحسب اثبت ان جا بس تلاتة تلاتين فكده اقوله الطرف الايمن بيساوي جا تلاتين بنص ولكن هو بيقول لقص تلاتة يبقى نص قص تلاتة بكام بتوم بس كده تعالى نشوف الطرف الايصر بيقول لي تسعة في جا تا قص تلاتة ستين جا تا ستين بنص بس كام ده قص تلاتة ناقص زا تربع خمسة وارفعين زا خمسة وارفعين بواحد ولكن تربية يبقى دي تسعة ونص قص تلاتة لسه ايه لن بتوم ناقص واحد تربية بواحد تسعة في توم بتسعة تمانية ناقص الواحد ده ممكن يخليه تمانية على تمانية او ما خلهوش انت حسبا فيش مشكلة تسعة على تمانية ناقص تمانية على تمانية واحد على تمانية يبقى ازان الطرف الايمن بيساوي الطرف الايصر السؤال التاني بيقول لي اثبت ان المسلس انا لازل رؤوسه في الارقام دي او الارقام دي متساوس ساقين بعد كده عايز مني المساحة بتاعته لسؤال جميل عشان اثبت ان هو متساوس ساقين مش مهدس هستخدم قانون البعد انا هابدأ اجيب طول الالف بيه واجيب طول البية جيم وابدأ اجيب طول الالف جيم ادي الالف بيه ادي جزر يلا فرق السنة التربية وفرق الساكل التربية دي سلب تلاتة ناقص تلاتة والدي اثنين لعاب الارقام اللي شابها بعضها طب تعالي اشتغل علي تلاتة ولو ما زبطستش هشتغل علي تلاتة وصفر ناقص اربعة سفر ناقص اللي اربعة يبقى دي بالنسبة لجزء. دي كده سلب ستة تربيع بستة وتلاتين. وسلب اربعة تربيع بستاشر. يعني دي عبارة عن جزر اتنين وخمسين. لو انت جبت الالة وقمت عامل جزر اتنين وخمسين. تطلع معك باتنين جزر تلاتاشر. تعال برضو نجيب الباق جيم بنفس الطريقة. هيبقى تلاتة ناقص واحد. وهنا اربعة ناقص ناقص ستة يبقى اربعة زائد الستة. ادي جزر. تلاتة ناقص واحد اتنين تربعة باربعة. اربعة زائد ستة عشرة تربعة مية. يعني جزر مية واربعة. تعال كده نشوف جزر مية واربعة. باتنين جزة ستة وعشرين. طيب تعال نجيب الالف جيم. ادي جزر تربيع وهدي برضو تربيع. سلب تلاتة ناقص واحد يبقى سلب تلاتة ناقص واحد. وهنا صفر ناقص ناقص ستة يبقى صفر زائد الست. سلب تأتي بسلب واحد سلب اربعة تربية بستاشر. وهنا صفر زائد ستة مش مهندس ستة تربية بستة وتلاتين. ده تطلع زي اللي فوق جز اتنين وخمسين يبقى اتنين جزر تلات عشر. طب حلو جدا انت كده بما ان الالف به بيساوي الالف جيم يبقى ده مسلس متساوي الساقي. خلاص? طيب. تعالك كده نرسم المسلس لانه هو هنا عايز المساحة بتاعته. انت عندك الف به طبعا تساوي الالف جيم. حلوة جدا. دي قد دي. مسلس المتساوي الساقينا على طول هتقوم عامل عمود هتلاقي بنصف القاعدة. طب ما انت معاك الالف بي دي باتنين جزر تلات عشر. ودي برضو باتنين جزر تلات عشر. انت عندك القاعدة باتنين جزر ستة وعشرين. صح? اه. يبقى انا بالنسبة لطالما هتنصفها. يبقى الحتة دي جزر ستة وعشرين. والحتة دي جزر ستة وعشرين. ليه? لانها كلها على بعض اتنين جزر ستة وعشرين. طيب يبقى الوقتي عشان اجيب المساحة محتاجة احسب الابتفاع ده اللي هو القلب ده. طيب احسبه منين من فصة غرص? يعني القلب ده هيساوي. جزر. الوطر اللي هو اتنين جزر تلاتاشر لكل تربيع. ناقص الضلع اللي هو جزر ستة وعشرين لكل تربيع. خلاص? تعال نحسب كده الكلام ده. اه ده يا بش مهندس جزر. اتنين جزر تلاتاشر. الكل تربيع ناقص. جزر ستة وعشرين تربيع اللي هي ستة وعشرين. واضغط يساوي. ويطلع معي بجزر ستة وعشرين يا بش مهندس. خلاص? اهو اما عملنا اتنين جزر ستة وعشر. دي اللي هي عشان برضو تبقى في الصورة. دي اللي هي جزر ستة وعشرين? تربيع. هطلع معي بجزر ستة وعشرين. يبقى القلب ده بجزر ستة وعشرين. يبقى ازا مساحة المسلس بيساوي نص. طول القاعدة. القاعدة بقى جيم اللي هي جبناها باتنين جزر ستة وعشرين. في الارتفاع اللي هو جزر ستة وعشرين. النص هيروح مع الاتنين في بيضل جزر ستة وعشرين في جزر ستة وعشرين بستة وعشرين. اه هنا وحدة مساحة. واحد جدت مساحة. يبقى الايجاب بتاعتي ستة وعشرين يا بشماني. السؤال جميل جدا جدا. طيب تعالي نشوف اللي بعضه بيقول لك ايه? السؤال التالت قليل بيقول لنا عايز من نقيم السين. قلت تتحقق انا. تلاتة جاسين. مش تعالك كده نقوض واحدة واحدة. ادي تلاتة جاسين. جاتة تربيع خمسة واربعين. جاتة خمسة واربعين بواحد على جزر اتنين. الكلام ده تربيع. بيسوي جاتة اربع ستين. جاتة ستين بجزر تلاتة على الاتنين. بس الكلام ده تربيع. يبقى تلاتة جاسين. واحد على جزر اتنين تربيع بنص. هيساوي جزر تلاتة تربيع بتلاتة واتنين تربيع باربع. طيب دي كأنها تلاتة على الاتنين جاسين بيساوي تلاتة على الاربعة. هنا هضرب في اتنين على التلاتة وهنا هضرب في اتنين على التلاتة. دي تروح مع دي وده هتروح مع دي. فيبضل الجاسين بيساوي. التلاتة مع التلاتة واتنين على الاربعة فيها النص. شفت صنع النص يبقى اكيد ان ساوية سين بتلاتين درجة. يبقى قيمة السين هنا بتلاتين درجة. السؤال التالي بيب يقول لنا عايز منك من الخط المستقيم ده وطول الجزء المقطوع. المعادلة دي عبارة عن سين على الاتنين زائد صاد على التلاتة بيسوي واحد. دي انا عايز اقول لك معادلة بدلالة الاجزاء المقطوعة. يعني هنا مقطوع من السين اتنين مقطوع من الصاد تلاتة. ولكن انت مش متعود على الشكل ده فما فيش ادنى مشكلة. انا ممكن اضرب المعادلة دي كلها بستة. هنا هيبقى ستة على اتنين يبقى تلاتة سين. هنا ستة على تلاتة يبقى اتنين صاد. ستة في واحد بستة. تما تيجي اندخل دي هنا كده يبقى تلاتة سين زائد اتنين صاد ناقص ستة بيساوي صفر. بقى ازا بالنسبة لي الميل بيساوي. سالب معامل سين على معامل صاد. اللي قبل السين تلاتة غير شرطه بسالب تلاتة على اللي قبل الصاد اللي هي اتنين. طب الجيم بيساوي القيمة المطلقة لحد المطلق على معامل الصاد. يبقى القيمة المطلقة لحد المطلق سالب يبش مغنظ. خلاص nuevas ادنى مشكلة الدنيا سألوا بسيطة. السؤآل الرابع علي بيقول لي ازا كان المستقيم جيم دال بيوازي محور السينات? اقول له اول معلومة كده بما ان المستقيم جيم دال بيوازي محور السينات اذا ميلو بيساو صفر لان ميل المستقيم الموازي على السينات بيساو صفر. طيب طالب ميلو بيساو صفر بيبقى الميل هنا لوقفر الصادات يبقى صاد ناقص الاتنين. على سلب خمسة ناقص الاربعة. الكلام ده بتساوي صفر. طالما حاجة بتساوي صفر يبقى البسطة بتساوي صفر. يبقى صاد ناقص الاتنين بتساوي صفر. عنوانت دي يبقى ازا مقيمة الصاد بالتنين. احنا قلنا اللي بيوازم احور السنة اللي بتبقى الصادة قد بعد. يعني دي اتنين دي اتنين. خلاص ولكن لازم الخطوات برد. طيب السؤال الرابع بي. آآ بيقول لان عايز منك قلب بهجيم ده المستطيل. قلب به بخمسة بهجيم باتناشر. عايز طول الالف جيم. طيب. اقول له بما ان قلب بهجيم ده المستطيل. ازا قياس زاويه بتساوي تسعين درجة. ولو زاويه بتسعين درجة انا ممكن احسب الالف جيم من فسا غرص. طبعا الالف جيم ده وطر يبقى جزرة خمسة تربيع زائد الاتناشر تربيع. تحسبها تطلع معك بتلاتاشر ساعة. طيب بعد كده وبيقول لي خمسة زاق زاوية الف جيم دال. الف جيم دال اللي هي الزاوية دي. ناقص تلاتاشر زاوية دال الف جيم. دال الف جيم اللي هي الزاوية دي. طيب اللي ايه اللي جاب الالعجم بالبحر? ركز معي. اتجبت الالف جيم بتلاتاشر. الشكل ده عشان مستطيل. لو الالف به بخمسة يبقى دالجيم خمسة. لو البيه جيم باثناشر يبقى الالف دا باثناشر. طب ما تيجي نقول له المعلومات دي. هقول له بما انه البيه بيساوي دا الجيم بيساوي خمسة سنطر. وعندنا البيه جيم بيساوي الالف دا بيساوي اتنشر سنطر. نشتغل بقى واحنا ما نطمنين. عايز بقى قيمة خمسة زاء. ادي خمسة في. زاء زاوية الاف جيم دال. زاوية الاف جيم دال مقابل على مجاور يبقى اتنشر على الخمسة. ناقص تلتاشر في جا زاوية الالف جيم. دال الف جيم الجا مقابل بخمسة على الوطل التلتاشر يبقى خمسة على التلتاشر. هنا الخمسة اتروح معه الـ خمسة يبدوا الاتناشر هنا التلتاشر هتروح معه multitudeTA يبقى ناقص خمسة اتنشر ناقص خمسة بسبعة يبقى ازا من قيمة المجداد الدى الكامي مش مهندس يساوي سبعة. السؤال بعد كده بيقول ازا كان المستقيم المر بالنقطتين دول عمودي على المستقيم ده عايز منه قيمة الالف. طيب. تعالها بنجيب الاول. هقول له كده. الاول. فرق السلات صاد اتنين ناقص. صاد واحد على فرق السينات سين اتنين ناقص سين واحد. اتنين ناقص ناقص تلاتة يبقى اتنين زاد التلاتة. على خمسة ناقص ستة خمسة ناقص ستة. تنين وثلاتة خمسة. 5 نقل 6 سالب 1 يبقى ميله بسالب 5 اقول له اذا أو اقول له مما ان ميم واحد عمودي على ميم اثنين يبقى اذا ميل الثاني هشأل بغير الاشارة لو دي سالب 5 هشأل بها تبقى سالب 5 وغير الاشارة تبقى خمس تبقى ميل الثاني بخمس اقول له ميل الثاني بيساوي طبعا ميل الثاني اللي هو خمس بيساوي دي معادلة يبقى سالب معامل سين على معامل صد يبقى الخمس بيساوي اللي قبل السين سالب ألف لما غير اشارته بألف على قبل الصد اللي هو واحد يبقى هذا ده الألف طب انا عايز اجيب قيمة الألف سهلة اقول له الألف بيساوي هضرب الواحد في الواحد بواحد وقسم على دي اللي خمسة يبقى قيمة الألف بكام بخمس خلاص يبقى قيمة الألف ده بخمس وفعلا لما غير اشارته وقسم على ده هيدين يا باش مهندس القيمة اللي انا عايزها وهنا لان هو اللي عمودي لكن لو كان متوازين كنت اشتغل عادي جدا ان هي سالب خمسة يا باش مهندس تمام? تعال نشوف اللي بعد السؤال الاخير الخامس بيقول لألف بيه جيم مسلس رؤوسه بالنقط دي الف ده المتوسط عايز معدد المستقيم المره بالنقطتين الف و د طيب ركز معايا كده انا هبدأ ارسم لك المسلس اهو اسمه الف بيه جيم القلب ده المتوسط بص كلمة متوسط ده معنى ان هو بنزل ينصف القاعدة حلو جدا تمام انت معاك النقطة بها بسالب اثنين وثلاثة ومعاك النقطة جيم بسالب اربعة وسالب ثلاثة يبقى انا ممكن اجيب النقطة دال بسرعة ازاي? احداثي دال منتصف يبقى بالنسبة لهاجمع السينات يبقى سالب اثنين نقص ربعة على اثنين وهاجمع السادات يبقى ثلاثة ناقص ثلاثة على اثنين سالب اثنين وسالب اربعة سالب ستة على اثنين فالسالب ثلاثة ثلاثة ناقص ثلاثة صفر على الاثنين فالصفر وانا اصلا معايا النقطة الف يا بش مهندس بواحد واثنين بقى معايا نقطتين فانا ممكن اجيب ميل الالف دال فرق السادات على فرق السينات يعني جبت النقطة دي دالب كان بسالب ثلاثة وصفر ففرق السراط يبقى اثنين ناقص صفر على فرق السينات واحد ناقص ناقص ثلاثة يبقى واحد زائد ثلاثة يعني اثنين واحد زائد ثلاثة اربعة يبقى الكلام ده بكام بنص طيب اقوله بما ان صب تساوي ميم سين زائد الجين يعني الصب تساوي نص سين زائد الجين طيب ما انا معايا نقطتين تعالنا ناخد النقطة اللي فاها صفر اسهل يبقى بالنسبة لي ان سالب ثلاثة وصفر ايه؟ بتحقق المعادلة دي السين ودي الصاد يبقى اشيل الصاد وحطه صفر هيساوي نص في سين اللي هي سالب ثلاثة زائد الجين يبقى الصفر بيساوي سالب ثلاثة على الاتنين زائد جين ودي دي يبقى الجين بتساوي ثلاثة على الاتنين يبقى المعادلة بتاعتنا صاد بتساوي نص سين والجين ما باش مهندس بتلاثة على الاتنين ممكن اضرب المعادلة كلها في اتنين يبقى اتنين صاد بيساوي سين زائد التلاثة عايز تعملها كده ما فيش مشكلة عايز تسيبها كده دي صح ودي صحة ما تقلقش من النقطة دي الامانة امتحان الاسكندرية امتحان متوازن يعني نقدر نقول بيئيس الطالب الفهم خلاص كده بشو مهندس وصلنا الاخر حسة النهاردة اتمنى ان اكون ايتنا فيدك اتمنى اكون وصلت لك المعلومة تلقى سهبة بسيطة اقلت لو استفادت اشترك في القناة وتفعل زرها الجرس وتضع تلايك اشترك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس شكرا على خير الفيديو الجاي كان معكم انتس حسان من قناة حسان ميراديات وشكرا جدا